بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته من عظيم أخلاق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والتي يرويها إلينا كبير أهل السنة وفقيه أهل المدينة الإمام اللي هو الإمام مالك أو مالك بن أنس فقيه أهل المدينة المنورة حيث يروي في رواية يرويها لنا الشيخ الصدوق يرويها في أخلاق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول هذا الرجل اللي هو مالك ابن أنس يقول كنت أدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيقدم لي مخدة يعني يقدم لي مخدة إكراما وكذلك يعرف لي قدرا فكنت أسر بذلك كنت أفرح عندما يقدم الإمام ويحترمني الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأحمد الله تبارك وتعالى عليه فكان وكان عليه السلام رجلا لا يخلو من أحد خصال ثلاث هذه الخصال يرويها لنا إمام أهل السنة في حق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أخلاق الإمام وسيرة في الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا دخلت عليه فأجده إما صائما وإما قائما وإما ذاكرا لله تبارك وتعالى حالات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إما أن يكون صواما وإما أن يكون قواما أن يصلي لله تبارك وتعالى وإما أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى ثم يقول وكان من عظماء العباد وأكابر الزهاد والذين يخشون الله عز وجل ثم يضيف صفات أخرى جميلة في حق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كان كثير الحديث الحديث يعني الروايات التي يرويها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد بلغت ما بلغت من الكثرة الكثيرة الروايات الكثيرة التي يرويها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغت مبلغا عظيما من الكثرة طيب المجالسة كثير الفوائد الذي يجلس عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يخرج بفوائد كثيرة جم صلوات الله وسلامه عليه وكان إذا قال قال رسول الله يعني عندما يذكر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول اخضر مرة واصفر أخرى حتى ينكره من كان يعرفه يعني عندما يذكر النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلامه كان يضطرب الإمام كان يتغير لونه حتى أننا يقول نعرف عندما كنا نجلس حول الإمام والإمام يذكر النبي صلوات الله عليه وآله وسلام كان يضطرب ويتغير لونه كل ذلك إكراما وتكريما وتقديسا لهذا الاسم الكريم المبارك النبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلام ثم يقول الحديث لمالك بن أنس قال ولقد حججت معه سنة يعني في سنة من السنين كنت أذهب مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت الله الحرام وأيضا يروي لنا قصة ما حصل بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام يقول فلما استوت به راحلته عندما أراد أن يحرم وصعد على الدابة وأراد أن يسير من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فلما استوت به راحلته عند الإحرام كان كلما لاحظوا أعزائي شوف عظمة الله في قلب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان كلما هم بالتلبية انقطع صوته صوت من يقدر يتلجلج بالتلبية يتلجلج بالتلبية الإمام الصادق عليه السلام انقطع الصوت في حلقه وكاد أن يخر عن راحلته يصل به الحال عندما يريد أن يلبيه ويقول لبيك اللهم لبيك يتغير ويكاد أن يخر من دابته يعني يسقط من دابته لماذا ذلك يا ابن رسول الله؟ ماذا جرى؟ ما هو الحال؟ فقلت له يا ابن رسول الله لابد لك أن تقول التلبية طبعا كما تعلمون لابد لكل محرم أن يلبي لله سبحانه وتعالى ولا حج من دون تلبية ولكن حال الإمام الصادق عليه السلام كان يتلجلج بالتلبية قلت له لابد لك منها يا ابن رسول الله فقال يا ابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن يقول الله لي لا لبيك ولا سعديك طبعا هذه مرتبة راقية من مراتب الإيمان يصفها لنا الإمام الصادق صلوات الله والسلام عليه في علاقة العبد مع الله تبارك وتعالى كيف يمكن أن يكون الإنسان مع الله في تواضعه في خشيته في سيرته في هديه وسمته وعبادته يقول أبو هارون في رواية كنت أجالس الإمام الصادق عليه السلام أجالس يعني أكثر من الجلوس عند الإمام الصادق عليه السلام في المدينة فانقطعت عن مجلسه أياما طبعا أحد الصحابة يقعد يمن الإمام والإمام يفتقد أيام فلا يجده أكيد الإمام سلام الله عليه راح يسأل عنه وهذا دأب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه أن الذي كان يصاحبهم يتفقدونه إذا غاب عنهم فالإمام الصادق عليه السلام سأل أين أبو هارون؟ هذا الرجل المؤمن وين راح؟ أين ذهب هذا الرجل؟ فلما أتيته قال يا أبو هارون كم من الأيام لم أرك فيها؟ كم يوم أنت ما جاي وشايفك أنا أسلم عليك؟ أين كنت يا أبو هارون؟ أين كنت في هذه الفترة؟ قلت له يا مولاي لقد ولد لي ولد الله رزقني ولد وهذه الفترة كنت مجهولة بهذه المراسيم وأنا ما أتمكنت من الحضور بين يديك ابن رسول الله قال بارك الله لك فيه ماذا أسميته؟ يعني شنو سميت لهذا المولود الذي جاءك؟ قال قلت سميته محمد اللهم صلي على محمد وآله لاحظوا أعزائي المشهد الجميل للإمام الصادق عليه السلام ويعكس لنا صورته هذا الاسم وعظمة المسمى قال فلما سمع الإمام الصادق عليه السلام باسم محمد أطرق إلى الأرض لاحظوا هذا كله بيان لعظمة وهيبة هذا الاسم الشريف يقول أطرق الإمام عليه السلام إلى الأرض وهو يقول محمد 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 يردد هذا الاسم عدة مرات حتى كاد وجهه أن يلتسق بالأرض تعبير راقي جدا وتصرف عجيب أو غريب من الإمام الصادق عليه السلام ترى جدا طبيعي عندما نسمع واحد اسمه محمد لا الأمر ليس بطبيعي عند الإمام الصادق عليه السلام بدأ يطرق برأسه حتى كاد خده أن يلتسق على الأرض هذه الرواية الشريفة تقول كل ذلك ما هو السبب؟ السبب واضح إكراما وتعظيما لهذا الاسم الشريف لهذا الاسم الشريف ثم قال الإمام الصادق عليه السلام روحي وأمي وأبي لاحظوا عزائي لاحظوا عزائي روحي وأمي وأبي وأهل الأرض جميعا لك الفدى يا رسول الله اللهم صد على محمد وعلي هذه طبعا توضيح وتصريح من الإمام سلام الله عليه عندما يمر على هذا الاسم الشريف ثم يقول الإمام طبعا الإمام لا يمر مرورا بسيطا على هذا الاسم المبارك ثم يقول له لا تسب هذا الولاد ولا تضربه ولا تسيء إليه واعلم أنه ما من بيت فيه اسم محمد إلا طهره وقدس كل يوم ثم يقول الإمام لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمد فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا هذا شيء من أخلاق الإمام صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله أن ينفعنا بالعلم ويزيننا بالحلم وأن يرزقنا توفيق الطاع بفضله وبمنه وببركة محمد وآلي محمد ترجمة نانسي قنقر